بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب بالله عليكم الناس اللي هي معايا من اول الدفع كده عارفين ان انا من شهر اتنين اللي فات عمل عملية في عين اليمين دي. واخصم بالله العظيم عملت عملتين فيها وما بشوف بها خالص. دي كده وما بشوفش بها خالص. انا بتعمل معكم بالعين دي ادوبك بشوف بها تصوات. فكم التعليقات اللي جاتلي يعني انا بصراحة ربنا بستغرب منها يعني. انا بجاوب بالعافية يعني انا بحبش اتأخر على حد على فكرة وبارد على الناس على طول يعني. فوالله العظيم يعني انا غصب عني. بقول لكم الكلام ده غصب عني. لان اقصم برب العزة ما بشوف بعين دي خالص. فانا بحاول يعني بقدر ما استطعتها لما عملت القناة دي وبتكلم عن الشيء ده فبحاول اساعد الناس من اول المشوار لاخرى المشوار يعني مش عاوز اقصر مع حد يعني. انا حاس ان انا بعمل حاجة بكملها رغم الظروف اللي انا فيها. الناس بتسألني يا شباب كده على الموضوع بتاع الرسالة اللي جاية دي كلها. ورزلت فيديوهين ورا بعض. ده التالت. اه وجوبت على يعني على على المطلوب. ورغم ذلك يا شباب يعني انا مش عارف العيف فيها ولا في مين. الناس بتسألني لأسئلة نفسها. الاجابة انا ايه لها. يعني ما بتفرجش على الفيديو. ده هما تلت دقايق ولا اربع دقايق. ما تتفرجش عليه. وبتسأل. انا مش فاهم. يعني والله انا مجاوب. طب بصوا شباب انا جاوبت بالفيديو التاني اللي هو التصحيح التاني اللي قلت هنوضح فيه الامور شوية. ان يعني انا مجاوب فيه على قلتلكو في حد قال الكلام ده. طب انا عايزكم معلش كده تصبروا معايا يومين. يا فيه كلام بتقال ان اخر معادل الناس لازم كلها. كل الناس ترجع تجيب تاني. يعني موقف من التجنيد تجيبه تاني. اذا كان مثلا واحد مثلا معا مخلص جيش يجيب اللي ايه? يجيب السورة ويسلمها. واللي هو مثلا في كلية يروح يجيب ايه يعني واحد حديث ويسلمه. طب فيه ناس بقى يعني تاني معلش انا عرفت كده من جروب تاني كده. ان فيه ناس اتصلوا بستة اكتوبر يعني انا ما كلمت حد انا كلمت حد في طورة. فالناس اتصلوا بالناس بستة اكتوبر وقالوا لهم مش مطلوب من الناس اللي كهي سلمت المعافاة. ايا كان المعافاة دي مؤقت او نهائي. او معا تأجيل دراسي للتمانية عشرين سنة او الخمسة وعشرين سنة. فمش مطلوب من الناس دي. اللي مطلوب من الناس دي. اللي هما يعني كانوا هما صغار السن. اه اللي هو شهرة سبعة وتمانية وتسعة اللي جاي دول كده. ده اللي مطلوب منه يجيب ايه? يعني يجيب اسبات يعني كده او يجيب تأجيل. لو ما فيش تأجيل فطبعا ده يستبعد. يعني ده الكلام اللي بتاقل. اللي بتاقل الناس بتوع سماعها ستة اكتوبر. هل هذا الكلام صحيح او لا انا مش عارب. مش مش ده اللي بتقال يعني. عشان تكونوا معايا في الصورة اول بول. عشان الناس عملة تسألني طيب. فانا لكن انا بقول الناس مطلوب حديث ولازم توديه. لكن ده بتاعت بستة اكتوبر بيقوله كده بيقوله ان هو الناس اللي مخلصة خلاص. اللي مخلص جيش مطلوب منه حاجة. واللي برضو واخد تأجيل مواد تأجيل لازبات قيد. لان في ناس قالت لك ان في ناس على تسليم الملف. كانت باقرار على نفسها ان هي هتجيب موقف من التجنيد. يعني يا ما خلصتش وما جابتش موقف التجنيد. فجلما مسلموا الملف. قال لك كاتب اقرار. فهو ده برضو اللي مطلوب منه ان هو يجيب موقفهم التجنيد هم وصغر السن. فعايس انتظر معايا من هنا لليوم الحد او الاتنين الجاي. لما نشوف الامور واضحة ايه ونزل لك فيديو بانك تروح او لا. لان لسه يبقى قدامك يوم الثلاثة والاربع والخميس ثلاثة ايام. تخلص فيهم. فعايس انتظر معايا انتظر. والله يا عايس تروح النعهد انت حر. فانا بجاوبك عشان خطر يعني الناس اللي بتفضل يعني تعليقات كتير مبلحقش عليها والله ما بشوف بعيني. فما تزعلوش مني واتمنى لكو التوفيق. واتمنى لكو النجاح. ومعالش هيو ما يعني الدفعة دي اه يعني ربنا اعلم بيها خلصوا بسرعة زي ما كنت يعني منظر للدفعة. خلصتوا بسرعة لكن اعملن كل شوية قرار جديد في كل حاجة بالنسبة للدفعة دي حاجات جديدة. حتى ما برضو ما تستغربوش. الناس اللي هم برضو برضو التطوع في القوات المسلحة برضو اخترعو لهم حاجات جديدة. فهو بقى بيشوف ماذا صبرك ايه. وشوف ان انت هتتحمل قد ايه. يعني حضرتك ان لما بتروح اي اختبار بيقرفك في القعدة وبيقرفك في الطابوك. بيشوف هتتحمل. لو فيه ناس بطيارة بخلي بالك ما بتكملش اختبارات. لانه هو عايز يدوس عليك اضغط عليك بطريقة ما من غير ما يفهمك. انك انت شوف عندك قوة تحمل هتتحمل انك انت تقف بعد كده في شارع. او في مكان. تقف فيه بالاربع ساعات خدمة. او بالاربعة وشرين ساعة خدمة. او بالاثناشر ساعة خدمة. هتتحمل فعلا يعني في شمس او غيره او غيره. ولازم بيضغط عليك عشان هو الرجل اللي هيستمر ويفضل للاخر. فربنا اكرمكم ان شاء الله انت رجالة وابطال. وهتكمل الاخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا